عالم الفيزياء النمساوي إيروين شروتينجر هو أحد مؤسسي ميكانيك الكم ولكنه مشهور أكثر بشيء لم يفعله أبداً في الواقع وهو تجربة فكرية تتعلق بقطة لقد تخيل أنه أخذ قطة ووضعها في صندوق محكم الغلق مع جهاز يحتمل أن يقتل القطة بنسبة 50% في الساعة التالية وفي نهاية هذه الساعة طرح سؤالاً ما حالة القطة؟ يشير المنطق السليم إلى أن القطة إما حية وإما ميتة لكن شروتينجر أشار إلى أنه وفقاً لميكانيك الكم عند اللحظة التي تسبق فتح الصندوق تكون القطة حية وميتة بالتساوي في نفس الوقت فقط عندما يتم فتح الصندوق يمكننا رؤية حالة واحدة محددة وليحدث ذلك فإن القطة تمثل كتلة مبهمة من الاحتمالية نصفها شيء والنصف الثاني شيء آخر وهذا سخيف وتلك كانت وجهة نظر شروتينجر فقد وجد فيزياء الكم شديدة الفلسفة بشكل مزعج لذا ترك النظرية التي ساعد في تكوينها واتجه إلى الكتابة عن علم الأحياء وعلى الرغم من أن فكرة قطة شروتينجر قد تبدو سخيفة لكنها حقيقية بل وجوهرية إذن لم يكن من الممكن أن توجد الأجسام الكمية في حالتين في نفس الوقت لن يكون جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه لمشاهدة هذا الفيديو موجوداً الظاهرة الكمية للتراكب تترتب على الطبيعة المزدوجة لموجات وجسيمات كل شيء وليكون لأي جسم طول موجي يجب أن يمتد هذا الجسم خلال مساحة من الفضاء مما يعني أن يحتل مواضع عديدة في نفس الوقت على الرغم من ذلك لا يمكن تحديد الطول الموجي لجسم يمتد في مساحة صغيرة من الفضاء بشكل دقيق لذلك يوجد الجسم في أطوال موجية عديدة في نفس الوقت ونحن لا نرى الخصائص الموجية للأشياء التي نتعامل معها يومياً لأن الطول الموجي يتناقص مع زيادة كمية الحركة والقطة ثقيلة وكبيرة الحجم نسبياً إذا كبرنا ذرة واحدة بحجم المجموعة الشمسية سيكون الطول الموجي للقطة في صغر ذرة واحدة ضمن المجموعة الشمسية وهذا صغير جداً لدرجة لا يمكن قياسها لذلك لا نرى سلوك الموجة للقطة ومع ذلك فأن جسيماً صغيراً مثل الكترون يمكن أن يوفر دليلاً واضحاً على طبيعته المزدوجة إذا أطلقنا الكترونات واحداً بعد الآخر نحو شقين ديقين يتم رصد كل الكترون عند الجانب البعيد في مكان واحد عند لحظة محددة مثل الجسيم لكن إذا قمت بتكرار هذه التجربة لعدة مرات مع تتبع عمليات الرصد الفردية سترى أنها تكون نمطاً يمثل صفة مميزة لسلوك الموجة مجموعة من الأشريطة مساحات بها الكترونات عديدة تفصيلها مساحات خالية من أي الكترونات قم بسد أحد الشقين وستختفي هذه الأشريطة وهذا يوضح أن النمط ينتج عن مرور كل الكترون من خلال الشقين الاثنين في نفس الوقت فالالكترون الواحد لا يختار أن يتحرك إلى اليمين أو اليسار بل يتحرك إلى اليمين واليسار معاً ويؤدي هذا التراكب أيضاً إلى التكنولوجيا الحديثة الالكترون الموجود قرب نواتي الضرة يوجد في مدار متسع شبيه بالموجة إذا قمت بتقريب ذرتين معاً لن تحتاج الالكترونات لاختيار ذرة واحدة فقط لكن يتم مشاركتها بين الذرتين هذه هي طريقة تكوين بعض الروابط الكيميائية فالالكترون في الجزء ليس فقط في الذرة ألف أو الذرة باء بل في ألف وباء وبإضافة مزيد من الذرات ستنتشر الالكترونات بشكل أكبر ويتم مشاركتها بين عدد كبير من الذرات في نفس الوقت فالالكترونات في المادة الصلبة ليست مرتبطة بذرة معينة ولكنها مشتركة بين جميع الذرات وممتدة خلال نطاق كبير من الفضاء ويحدد التراكب الهائل للحالات طريقة تحرك الالكترونات خلال المادة سواء كانت مادة موصلة أم عازلة أم شبه موصلة يسمح لنا فهم كيفية مشاركة الالكترونات بين الذرات بالتحكم بشكل دقيق في خصائص المواد شبه الموصلة مثل السيليكون الجمع بين مواد شبه موصلة مختلفة بالطريقة الصحيحة يسمح لنا بصنع ترانزيستورات على نطاق صغير الملايين منها على رقاقة كمبيوتر واحدة تقوم هذه الرقاقات والالكترونات المنتشرة بها بإمداد الكمبيوتر الذي تستخدمه لرؤية هذا الفيديو بالطاقة هناك مسحة تقول إن الإنترنت موجود لمشاركة مقاطع فيديو للقطط ومع ذلك على مستوى شديد العمق يرجع الفضل في وجود الإنترنت إلى عالم فيزياء النمساوي وقطته الخيالية استمر في التعلم باستخدام مقاطع الفيديو هذه ولا تنسى الاشتراك لا تفوت فرصة تعلم شيئاً جديد